السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحرم أخدة من لساني يفقر قولي تون الأن وريم جمعين وزلان أخمان الله سيد الأنبياء إن شاء الله أولاً لأكذا ولماذا أردت بكاته بعض ترانوم أو أحده وذكأن أخبطت ب Tackل ویصلن سوائي أو أخبطت بكاته أو أخبطت بكاته أنت بكاته قراء القرآن Untuk kita amalkan Mudah-mudahan Ianya mendapat sedikit manfaat Daripada apa yang kita pelajari ini Dan insyaAllah Saya akan baca daripada surah Al-Fatihah Sebagai contoh Kemudian Daripada ayat-ayat pendek InsyaAllah Untuk pertamanya Saya akan membaca dengan Gaya Ataupun gerak Bacaan Taranum Bayati Bayati Fakult Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahirrahmanirrahim 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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصابا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جساء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فلوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حذائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يذلكون منه خطالا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى رفه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يروقه المرء ما قدمت يلاه ويقول الكافر يا ليت لي كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الواجبة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذ هد إلى فرعون إنه طرى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أذبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يحشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سنكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بورة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فليروغ للإنسان إلى طعامه أنى صب من الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وهجوه يومئذ عليها غبرة ترهاقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة